التجاوزات والانتهاكات في العراق شملت كل شيء وفاقت كل التصورات ولم تسلم منها حتى الأوقاف التي يفترض عدم المساس بها مطلقا كونها خرجت من ذمة الواقف وأصبحت خالصة لله تعالى القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق حصل على محضر اللجنة المشكلة في ديوان الوقف السني لبحث موضوع تقاسم الأوقاف وبين أن رئاسة الحكومة الحالية اعتمدت ممثل لجنة الوقف الشيعي فقط في محضر لجنة الفك والعزل وترحيل الملف إلى الحكومة الجديدة وكشف أيضا أنه لم يتبقى أي حجج وقفية لديوان الوقف الشيعي في وثائق وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بما يبطل حجة تقاسم الوقفين قضية تقاسم الأوقاف بين الوقفين السني والشيعي أثرت غضباً والسنكاراً واسعاً داخل العراق وخارجه فأصدر عدد من علماء الأمة بياناً بشأن الأوقاف العراقية والاعتداء عليها أكدوا فيه على أن الوقف نظام إسلامي أصيل اعتنى به المسلمون على مر العصور ورفض العلماء في بيانهم المساس بأوقاف المسلمين والتصرف فيها أو التلاعب بها وأدانوا محاولات استلاب الأوقاف الإسلامية في العراق من قبل ديوان الوقف الشيعي أو الجهات الحكومية أما رابطة علماء أهل السنة بالعراق فقالت إن التعامل مع اتفاق تقاسم الأوقاف محرماً شرعاً وأن علماء أهل السنة في الداخل والخارج رفضوا الاتفاقية وحرموها شرعاً فضلاً عن بطلانها قانوناً كونها لم تحظى بموافقة مجلس الأوقاف الأعلى وهو أعلى سلطة في ديوان الوقف السنين ويبدو أن الوعود الحكومية والدعاء التريث وعدم التوقيع على اتفاقية التقاسم ما هي إلا أسلوب مراوغ لتهديئة الشارع العراقي الرافض لما يحصل للأوقاف الإسلامية في العراق لا إله إلا الله وابتعدوا عن مال الله وابتعدوا عن مال الله